فتحي برشة تساؤلات جدا عن المشاريع كلموك مسلسلات ولا ليه فهم شي بدا يكلم فيه وشي مزال ولكن أنا على ما فهمت سنة ما نظنش كمش نعم مسلسل لأنه عندي اقتراح من تحزز أفلام خارج الوطن نظن ماشي في الاتجاه هذا في هولندا وفي فرنسا مع المخرجين شكون مخرجين تقول لك عليهم في الابان كالشيش بربما ما ممكن دونك ما يعبا سعيب لو بما الوقت موضوعيا مش بش يسمحلي بش نكون هنا وهنا وهنا خصوصا أنه الأعمال تتصور في أماكن مختلفة مش تخلي فراغ لأنه تعود عليك في الشاشة والله ما شاء الله برشة مبدعين كلهم خير وبركة ويمليوا الفراغات وأنا متأكد اللي بش تكون فما نجاحات كمال هذا إن شاء الله بوجودي ولا بحضوري ولا بعدم حضوري بالنسبة للمسلسة المعاوية ابن أبو سفيين اللي قاعد يتصور هنا في تونس استغربت عدم حضورك لأنه نعرف اللي أنت الأكثر عربية الممثل الأكثر عربيا بين المواثلين التواتسا كما نتحدث في المسلسة لأنه بش نكون في المسلسة ثم ما صارش مواصلة اختلاف مادة؟ لا لا ما وصلناش لهذا ما وصلناش لهذا ما وصلناش لهذا ما نعرفش يبدو أن المسلسة فيه ثلاث أجزاء ربما المخرج مفكر في جزء آخر ربما مش مفكر بكل ربما تراجع ما تجمش في المواضيع الانتاجية هذه والواحد ما تجمش تحسن وتقول ثم أنه الممثلين من المهن اللي مش ممكن ممثل يجي المخرج يقولوا نحب المثل لا مش نحب المثل يعني بالمنطق مثلا أنا اليوم ممثل أو أنا اليوم مخرج كما ترق العرين مخرج مصري مخرج المصري أكيد أنه لما قبل ما يحط الكتالوج متاع الممثلين التوين سنتيهو يعرف أنه سيذهب إلى تونس أكيد هناك اسم يعرفهم ليه من غير حل الكتالوج الاسم الأول مش تجعل أبيله هو فتح الهدوي أنه أكيد شافك في أعمال عربية وعندما نتحدث عن أبي سفيان الصور اللي عنده صورتك في مسلسل عمر ومسلسل عمر اللي هو مسلسل ضخم انتاجيا وعربيا وانت مثلت أبو سفيان بو معاوية بو معاوية لذلك منطقيا منطقيا أنا في منطقيا أكيد أنه طارق العريان المخرج يزم السؤال ربما يتوجه طارق العريان لكن اللي متأكد منه أنه أنا في حياتي المهنية اشتغلت مع مخرجين أهم من طارق العريان أما ليش متأكد أنه هو خدم مع ممثلين أهم مني يعني وعلى سبيل المسحة ما هي الجملة محلية ها؟ هي جملة جي عنوين معناتها هذين جملة جي عنوين منشد الجملة جي منشد لأنه خدمت معه مع حاتم علي اللي هو يعتبر منها نجدة أنزور خدمت معها ولا لا؟ لا خدمت معها شعقين ماجري خدمنا مع أجانب مهمين أجانب مهمين أجانب مهمين بي بي